انا خليني حكلمكم على كشاهد عيان ازاي الموضوع ده حصل وحقوله لكم عشان عشان تعرفوا ان ان ما فيش حاجة بتتعامل وقصة ده فكر وخطة وترتيب واجراءات بتتعامل عشان في النهاية ندخل احنا في اللي احنا دخلنا فيه الى عشر سنين اللي فاتوا وانا مش بقول حكاية انا بقول لكم وقائع كنت انا نائب مدير المخابرات في 2009 ف فكنا بنعمل لقاءات عشان منقشة الوضع الامني في سيناء وانا بقول الكلام ده لكل المصريين والزباط الصغيرين اللي موجودين فوق وحتى لزباط الشرطة كمان فكان ما بقولش سر ولا حاجة لكن كانت اللقاءات ديات بتتعامل وكان ساعتها مديل المخابرات اللي هو امراض موافي وكان رئيس جهاز الامن الوطني ساعتها وكان اللي هو حسن عبد الرحمن فكنا بالنقشة الوضع فكنا شايفين ان خلال سبع سنين اتشكلت بنية اساسية ضخمة في شمال سيناء البنية الاساسية دي عبارة عن مخازن الاسلحة والزخيرة والمفرقعات وايضا بنية بشرية كبيرة للموضوع للسيطرة وكانوا ساعتها لو انتوا رجعتوا على مواقع التواصل هتشوفوا ان اريد بتكلم على الفين وتمانية او الفين وتسعة هتشوفوا ان هم كان فيه افلام لهم وهم بيعملوا عروض لكنهم خارج الدولة يعني وكان الكلام ساعتها ان ان فيه مشكلة كبيرة موجودة في سيناء وكانت المشكلة دي يعني ان اللي موجود هناك الكتلة اللي تشكلت دي على مدى السنين اللي قبل الفين وتمانية وسبعة وستة يمكن وخمسة بقت محتاجة جهد وعمل عسكري كبير مش بس بالشرطة ده زم الشرطة والجيش تتدخل عشان تحل المسألة دي فما حصلش ما حصلش ما كانت طبعا فيه ظروف وفيه التفاقيات فكان الموضوع او الموضوع ان القوات اللي موجودة قوات شرطية محدودة والقوات بتاعة الجيش موجودة على الخط ألف بس يعني ففضل الموضوع كده وبانت المؤامرة بعبعدها الكاملة في 2011 والناس مجهولة في الميدان كان بيتم تخريب تواجد الدولة المصرية هناك والقضاء عليه إقسام مدريات كل ما يتعلق بمصر وتعمل ولاية وتعمل قدق شرعي على قد تعبرهم يعني وحاجات من هذا القبيل يوم 28 يناير كانت خلاص بقى نتيجة التعدي ده بقت الأمور خارج السيطرة ف الله يرحمه ست المشير قدت له يا فندم احنا ممكن تبقى فيه مشكلة كبيرة جدا لو الأمر استمر كده لأن هم ممكن يعملوا عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل فلازم إسرائيل حترد وطبعا دي حتى تبقى مشكلة كبيرة جدا ممكن تؤدي إلى صراع كبير قوي وده ممكن يكون هو هدفهم في النهاية كان القرار بساعتها من من سات المشير ان احنا ندخل بقوات عملنا الإجراءات المطلوبة مع الإسرائيليين في الوقت دوت واتصلت بيهم وقلت لهم احنا محتاجين ندخل قوات دلوقتي في المنطقة في العريش ورفحوا الشيخ زويد عشان نسيطر على الموقف هناك الحقيقة عشان ده بسجلوا للتاريخ يعني ان هم كانوا متفاهمين ده كانوا متفاهمين ده وما كانوش يعني الحقيقة كانوا قالوا يعني بس تدينو خبر القوات اللي حتبها موجودة قديه ونساقوا معانا يعني واستمرينا من الوقت دوت لغاية دلوقتي بس يمكن حجم القوات اللي كان موجود خلال التمن تسع سنين دول من 2011 لغاية النهاردة زادت القوات كل مرة عشان نتعمل مع التحديات اللي موجودة هناك انا بحجل الحكاية ده يقولت لي عشان انا في القاء سابق قلت خلي بالكم اوعى عنيكم اوعى عنيكم تخفل او تنام على حاجة في جوه مصر وكمان مش بس كده كمان ننتبه ننتبه على اي حاجة ممكن تمسينا برا مصر